يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لا شك أن أفضل القربات إلى الله القيام بالفرائد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد فرض ربنا علينا الصيام بقوله كتب عليكم الصيام ولكن الله أراده أن يكون على الوجه الذي يحب فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا أي تصديقا واستجابة وخضوعا واستسلاما لأمر الله احتسابا أي محتسبين عنده الأجر طالبين منه الثواب راجين منه القبول راغبة بذلك نفوسنا منكسرة قلوبنا لربنا والتحلية الثانية التي ينبغي على المؤمن أن لا يغفل عنها في رمضان والتي تندرج دحت النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا شك أن أفضل النوافل في رمضان القيام إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد وصف الله عباده القانتين بالعلم والفهم أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويكفي أن الله العزيز الرحيم هو الذي يراك ويسمعك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم في القرآن نحيا ترجمة نانسي قنقر